السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ربنا يلزقنا إياكم مسك الختام ودائما بحب أداء الدعوة ديت في أول كل حلقة يعني لعلى وعسى يمكن ربنا يكرمنا بواحد فاضل من المؤمنين اللي قلوبهم مليانة إيمان يؤمن على الدعاء فيكون بمثابة الدعاء فيستجابوا لنا جميعا فيكتبوا الله عز وجل لنا جميعا مسك الختام لا ننسى أبدا الشعار بتاعنا اللي بنرفعه دائما بنقول وماذا أعداد تلاه إن المسألة هيش مسألة إننا أقول يا رب برزقنا حسن الخاتمة طب بتصلي وقال عمر بركعها طب يا رب برزقنا حسن الخاتمة لابسح جاب أبدا عندي استريتشات أحدث موديلة يعني محتاجة يعني ولو أحسن الظنة لأحسن العمل يبقى إحنا نحسن الظن بالله ده شيء جميل جدا لكن قبل حسن الظن بالله لابد يكون في عمل لابد إن احنا ناخد بالأسباب الأخذ بالأسباب لا يقضح أبدا في توكل العبد على الله سبحانه وتعالى بل مطلوب الأخذ بالأسباب في أمور الدنيا وفي أمور الدين بفضل الله سبحانه وتعالى أي نعم إحنا مش هنخش الجنة أي أصلا بعملنا وإنما هنخش الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى لكن برضو مطلوب العمل مطلوب العمل يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي أهل آل 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 تثبت أن احنا نخش الجنة بالعمل لكن في نفس الوقت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي تقول لي من تكد حيرتنا بقى هنخش الجنة بعملنا ولا برحمة ربنا أقول لك هنخش الجنة برحمة ربنا في الأساس سبحانه وتعالى ولكن في أسباب تخلينا نفوز برحمة ربنا اللي هي العمل واخد بالك من حاجة أخوي وحبيب عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا اللي هي إيه أن أنت لما عملت العمل الصالح ده أصلا كان برحمة ربنا لأنه هو اللي وفقك للعمل الصالح إذا أردت أن تعرفه عند الله من قامك فانظر فيه ما أقامك مش هو اللي أقامك في العمل الصالح ده فربنا اللي وفقك للعمل الصالح ده برحمته وتقبل منك العمل نفسه برضو برحمته ودخلك الجنة برحمته يبقى يخش الجنة برحمة الله ولا لا أيوة برحمة الله طب برضو إزاي نجمع بين الآية والحديث ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وهنا لن يدخل أحدا منكم الجنة تعملوا أقول لك الباقي اللي مذكورة في الآية لها بما كنتم تعملون بيسموها علماء اللغة باقي السببية وليست باقي العود يعني إيه باقي السببية لكن الأصل أنت هتخش برحمة ربنا واضح كده إنما بقى العوض يعني معنى إيه معنى أن العمل اللي أنا عملته ده يا ربي يساوي دخول الجنة يعني الجنة عوض عن العمل اللي أنا عملته وده طبعا غير صحيح لأن الجنة لما نخشها نخشها برحمة ربنا مش بسبب عملنا لو جمعت عبادة خمسمائة عام ونعمة البصر بس في كفة لرجحت كفة البصر على نعمة العمل الصالح لمدة خمسمائة عام فاللهم ارزوخنا رحمتك وإن كنا قد أذنبنا ولسنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا وإن كنا قد أذنبنا فقد قلت يا ربنا ورحمتي واسعت كل شيء ونحن مهما عظمت ذنوبنا فهي شيء ورحمة الله ستسعونا إن شاء الله جل وعلا أسأل الله عز وجل أن يتغمدني وإياكم برحمتي إذ كانت مقدمة حول هذا المعنى وماذا أعدت تلهم أخوي وحبيبي ضفنا الله نهاردة أو ضفنا للادي ضيف عزيز كريم زي كل ضيفنا الأعزاء ضفنا النهاردة هو ماشي ورايح لمعاركة صفين اللي كانت بين عليه بن أبي طالب وبين معوية بن أبي صفيان رضي الله عنهما عشان ما حدش النهاردة يا زم بالله يوصل فكره إنه يسبف معاوية أو يسبف عليه كلهم أفاضل وعدول كل الصحابة عدول ما أرادوا إلا وجه الله سبحانه وتعالى ولكنهم تأولوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي وأصحابه إنه وليه ذلك والقادر عليه ضفنا للادي هو رايح لمعاركة صفين وهو ماشي في الطريق بدأ يكلم نفسه ويقول كلام جميل جدا ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمات كان يقول والله الكلمات بتخلي جسمه والله العظمي أشعر بيقول إيه اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت لو أعرف أن يرضيك عني أن أنا أطلع فوق الجبل وارمي نفسي من فوق الجبل عشان ترضى عني والله العملها ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق لفعلت ووالله ما خرجت وما قاتلت إلا أريد وجهك فلا تخيب رجائي فيك يا رب العالمين ثم طلب من الناس شربة من اللبن قبل أن يقاتل شربة من اللبن فقالوا لماذا؟ قال لأني سامعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة ماء ثم قال أزفت الجنان أزفت الجنان قربت وزوجت من الحور العين ثم قال اللهم إني أسألك ثم قال غدا نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يا طعر عرفتي مين دفنا النهاردة؟ دفنا النهاردة عمار ابن ياسر رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه عمار ابن ياسر شرب شربة لبن لأنه سمع النبي هو بيقول له آخر شربة لبن آخر شربة هتشربها في الدنيا دي كلها شربة لبن فشربها ثم قال أزفت الجنان وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تقدم فقاتل فقتل عمار ابن ياسر عمار ابن ياسر اللي لما تسمع كلمة آلة ياسر آلة ياسر عمار وأبوه وأمه الثلاثة عذبوا في سبيل الله عذاب لا يخطر على قلب بشر عمار بيعذب وأمه قدامه بتتعذب وأبوه قدامه بيتعذب وخلاص يعني المسألة بقت صعبة أو بالنسبة لهم ويمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم ويمر ويقول صبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة خلاص بقى يهون العذاب وتهون كل حاجة ويهون أي حاجة لو قطعونا حتت خلاص كفاية لما الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبيه وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يعد علي وأنا بتعذب أنا وأبوي وأمي ويقول لنا صبر محاديش صبر استحمله شوية والله العظيم داخلين الجنة داخلين الجنة وكل نعيم دون الجنة صراب وكل عذاب دون النار عافية أو الله العظيم وأعتفتكر أن أي عذاب في الدنيا مهما كان ممكن يوصل للحظة من عذاب النار اللي النبي قال عنها أوقد عليها ألف عام حتى بيضت وألف عام حتى حمرت وألف عام حتى سودت فيها الآن سوداء اللي النبي أخبر أن ألقي من على شفيريها حجر فوصل إلى قعرها بعد سبعين سنة اللي النبي قال عنها ناركم هذه التي توقضون عليها هي جزء من سبعين جزءا وفي رواية أحمد هي جزء من مئة جزء من نار الآخرة فقال الصحابة إن كانت نار الدنيا لا كافية نحن لو كنا نتعذف في نار الدنيا كانت كفاية يا رسول الله قال أجل ولكن نها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بالتسعة وستين جزء من كلها مثل حرها يا الله فلما يجي النبي النبي بنفسه ويقول لك صبرا أصبر والله لا تخش الجنة أنت وأمك وأبوك تصبر ولا ما تصبرش أكيد أصبر أكيد أصبر بجد أكيد هيتحور العذاب من محنتين إلى منحة هي تبقى المنح أو هي دي المحنة اللي بتخرج منها منح إن أنا واقف بتعذب وأمي بتتعذب قدامي وقد يتحمل إنسان يا جماعة أنه هو يتعذب يعني ممكن أقف أتعذب ويحصل فيه اللي يحصل لكن أمي لأ وأبويا لأ أنا قفديهم بحياتي لكن لما يكون أمي بتتعذب قدامي وهتتقتل قدامي كمان وأبويا يتعذب ويتقتل قدامي وأفضل أنا الوحدي وتعذب مسألة صعبة أو على النفس لدرجة إن جي أبو جهل عليه من الله ما يستحقه وراح مقرب لأم لأم عمار سمية وراح طلب منها أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم فأبت فطعنها برمحه في موطن عفتها فكانت أول شهيدة في الإسلام عيب يا شباب عيب يا شباب تكون أول شهيد في الإسلام امرأة امرأة وانت الحد النهاردة ما سجدتش لله سجدة عيب يا شباب لما تكون أول شهيد في الإسلام امرأة وانت الحد النهاردة ما قدمتش أي حاجة لدين الله عيب يا بنات لما تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت الحد الأم استخسرت البسح جاب وطيعي أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم دي رسالة من سمية بعتها لك بتقول لك يا بنتي يا بنتي در ضحيت بحياتي كلها عشان ما أقولش كلمة في حق النبي تؤمنتي بعد التعب اللي تعبوا النبي وبعد العذاب اللي شافوا النبي لما ترمى سل الجزول على ظهري وترمى الطلاب فوق رأس النبي وترد النبي من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله وإنك لا أحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أنا قومي أخرجوني منك ما خرجت النبي اللي اتهم في عرضه النبي اللي دبرت تده تسعة مؤامرات لقتله النبي اللي راح تطائف وانضرب لحد دمسال الدماؤه الشريفة النبي اللي انضرب بالسيف في غزوة أحد من عبد الله بن قام عليه من الله ما يستحقه ودبره مؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي ضحب كل دوت عشان احنا نبقى مسلمين لو نزل النهاردة شوارع المسلمين وعدوا وبص على الشباب المسلمين الشباب اللي كلهم أمل وبص لقى الشباب تسعين في المئة منهم عادين على الأهاوي وفي الاستاذ وعلى النت وفي الكاف شب وفي النوادي وفي الشوارع وبص لقى بعض بنات المسلمين قاعدين على الأهاوي بيشيشوا تخيالوا الحصر اللي ممكن تدب في قلب النبي تخيالوا النبي كان آخر منظر شافه قبل ما يموت إنه رفع السطارة هو في غرفة أمين عائشة بص لقى أبو بكر بيصلي ولقى المسلمين ورها بيصلي والكل بيبكي فاتسم آخر ابتسامة وقفل السطارة تخيالي إن آخر مشهد هو ده اللي نابي شافه تخيالي لما يفتح السطارة تاني ويلاقي الشباب المسلمين أحفاد الصحابة اللي شافهم بيصلي وراء أبو بكر يشوفهم مرة تانية وما عادين على قاوي وعلى النواصي وبيعكسوا البنات ومشيين مع البوي فرند والجل فرند تخيالوا ماذا الحصر اللي ممكن توصل لقلب النبي كأن النبي بيقول بقى أنتو نسيتو 23 سنة تعب قمت فيها ما عادتش وصيرت فيها ما نمتش وتفت البلاد عشان أنتو تبقوا مسلمين وفي الآخر تضحوا بكل دوت وتنسوا التعب اللي أنا تعبته وتخرجوا عن سنتي وعن طاعة ربنا وتعملوا كل دوت وتبعدوا وتشمتوا فينا الأعادي تخيالوا وتخيالوا المشهد العجيب دوت سبحان الله عمار بن ياسر ما خلاش الأعادي يشمتوا يشمتوا أبداً به أمه تقتلت قدامه وسمية تقتلت وهي كأنها بتبعت رسالة بتقول يا بنات المسلمين عيب أن أنا أكون أول شهيدة بتتقتل وإنتو يا بنات المسلمين مش عارفين قدر هذا الدين عيب أن أنا أتقتل وإنتو الحد النهاردة مش عايزين تلبسوا حجاب عيب أن أنا أتقتل وموت شهيدة وإنتو الحد النهاردة ما بتسجدوش لله عيب يا بنات عيب يا بنات سمية بتقولك أنا هوت أنا هوت وتقتلت عشان الإسلام وعشان ديني وعشان نبيي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله مشهد مؤثر جدا أم عمار تتقتل قدامه وممكن الإنسان يتحمل أي شيء يحصل له إنما أمتي تقتل قدامه شيء لا يتحمله عقل أبدا أبوه بعدها يتقتل قدامه ويفضل عمار يعزبه فيه عزب شديد جدا يولعه النار ويرمجه واها ويضربه بالسيوف حتى قال كلمة في حق النبي من أجل أن ينجو وذهب إلى النبي وهو يبكي ويقول له ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله بقى أنت يا رسول الله اللي أفديك بعمري لكن ما تحملتش أم تقترت قدامي وأبوها تقتل وأنا من شدة العزب ما استحملتش خلاص تهبت قلت الكلمة من وراء قلبي فتبسم النبي وقال وكيف تجد قلبك يا عمار قال أجده مطبئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعدس لو طلبوا منك الكلمة دي تاني قلها من وراء قلبك يا عمار عشان تنجو ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه ومطمئنهم بالإيمان الله ده عمار بن ياسر يا شباب عمار بن ياسر اللي قال أزفت الجنان قربت حسيت مرة بقرب الجنة حسيت مرة أن الجنة قريبة منك بس النبي قالك أنها قريبة والحديث في البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك جنة قريبة جدا قريبة جدا جدا الجنة دي ممكن تكون في إنك تحط إيدك على شعر يتيم تملس عليه وتدولي شوكولاتايا وتقبله وتقوله أنا زي أبوك يا ابو تدخل الفرح على قلبه يجي يوم القيامة اليتيم ده ممكن يشفع لك يدخل لك الجنة البسمة والجنة ممكن تكون قريبة منك جدا في واحدة أرملة مش لقى يتأكل عيالها تروح تديها مبلغ كل شهر تكون بسببها الجنة الجنة قريبة جدا 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 ممكن تكون في إن انت بس تغطي نفسك وتلبس حجاب عشان تحجب فتنتك عن شباب المسلمين المساكين اللي مش لقين يتجوزوا دولت تحجب الفتن عشان يعرف يصلي ويعرف يسجد بين ايدين ربنا وهو مش شايف قدام المناظر الصعبة دي الجنة قريبة جدا جدا بس دوروا عنها يا شباب ودوروا عنها يا بنات وإن شاء الله هتوصلوا لها إن شاء الله وتبقى حياتكو هي في أخير همسك الختام عشان نبقى ربنا يجمعنا كلنا في الجنة شفتوا قدي عمار ضحى شفتوا قدي أمه ضحى شفتوا قدي أبوه ضحى عشان كده قال أزفة الجنان قربت قربت الجنة كأنه حاسس بقربها ماصر أنس بن النظر شم رحت الجنة وسعد بن ربيع شم رحت الجنة والجنة اشتقت لبلال وعمار وعلي وسلمان الجنة كانت مشتقالهم والنبي سمع صوت بلال وهو ماشي في الجنة وسمع صوت أم السلام في الجنة إلى غير ذلك من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميع من أرضهم جيل فريد أعظم جيل طلعت عليه الشمسة وغربت بعد الأنبياء والمرسلين صلواته ربي وسلامه عليهم أجمعين ده عمار بن ياسر أزفت الجنان وزوشت خلاص اتجوست وزوشت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله على الكلمات الجميلة اللي تخلي الجسم أشعر وشوف قبلها بيقول ايه شوف قبلها بيقول ايه يا شباب ياللي ما عندكش استعداد تفض ربع ساعة عشان تخش تصلي وتسجد دين ايدي دين ربنا والربنا بيقول وازجد واقترب تعالى قرب لي قرب لي عشان أكرمك والنبع ساهم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثره فيه من الدعاء زي ما قلت لك تنزل تحت تطلع فوق كله لما تزل نفسك لله كلما ربنا هيكرمك ويعني قدرك دنيا وآخرة شوفت عمار بيقول لك الجنة قريبة قوي وزوجته من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا وقبلها يقول ايه اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لا فعلت ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء في أغرق لا فعلت ده ربنا ما طلبش منك ترمي نفسك من فوق جبل ولا ترمي نفسك في بحر ربنا قال لك بس تعالى اسجد تعالى اسجد من إيدي واسجد واقترب تعالى أرب أرب عشان تعيش الحياة الحقيقية ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بأبي هو أمي ثلاث من كنا فيه وجد بيهن حلاوة الإيمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ده عمار بن ياسر عمار بن ياسر ويا ما ناس كتير جدا يا جماعة يا ما ناس كتير جدا من الصحابة تحملوا العذاب ومن التابعين تحملوا العذاب ابتغاء مرضات الله وعشان يموتوا على التوحيد وعلى الإسلام خباب بن القراط فاكرين خباب بن القراط حديث في البخاري لما في يوم الأيام كانت تملكوا مرأة اسمها أم ألمار الخزاعية كانت بتأمر العمالي اللي عندها يخلعوه لبسه الفؤاني وينايموه على جمر الخشب خشب بيولعوه الحد ما يفضل يبقى عامل زي الفحم وينايموه يقول فما يطفئوه هذا الفحم إلا ودكو شحم ظهري تخيل إن سبحان الله الدهن اللي موجود في ظهره يسيح ظهره يسيح وينزل على الفحم فيطف فيه في يوم من الأيام تعذب عذاب شديد درجة كشف جسمه مرأة عمر بالخطاب عمر بالخطاب لقى أماكن في ظهره تقدر تحط فيها كاف في إيديك من العذاب اللي شافه فرح يبكي للنبي على السلام والحديث في البخاري بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا تعبنا تعبنا من العذاب ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فغضب النبي النبي ما أنش يدعينه غضب وزعل جدا فقال إنه قد كان يؤتب الرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويؤتب المنشار فيوضع في مفرق رأسي ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظم ما يصده ذلك عن دين طب كده الرجل ممكن ييقس يقومي نبي يدي له الأمل بقى يقول له أصبر إنه فيه ناس غيرك تعذبه أكتر منك فيه ناس تشق ونصين بالمنشار ويمكنوا أنتم عارفين قصة أصحاب الإخدود تشق الرجل بالمنشار فعلا جليس الملك تشق بالمنشار والراهب تشق بالمنشار شوف أديه وبعدين قال له إيه والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الأمر هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موته ما يخافه إلا الله والذيب على غنمه ولكنكم قوم من تستعجلهم كباب بن الأردت اللي تعذب عذاب شديد جدا عبد الله بن الحذافة السهمي اللي أسر عند ملك الروم هو بعض الصحابة في عهد عمر والخطاب وملك الروم يطلب منه بكل صراحة وكل وضوح قال للناس اللي عنده قال لهم رأبوا لي الناس دي شوفوا لي أكتر واحد بيعبد ربنا عبادة صحيحة أو يعني عنده جهد في العبادة وهدهوا لي فله أكتر واحد بيعبد ربنا قيام للرسام نار عبد الله بن حزافة قال له تعالى ملك الروم عايزك ملك الروم ده كان يمتلك نصف الكرة الأرضية فقال أريد أن أعرض عليك أمرا قال ما هو قال أريد أن أعرض عليك أمرا فإن فعلت فإن فعلت سأعطيك نصف ملكي قال ما هو قال أنت تنصر وتترك دينك وأعطيك نصف ملكي قال هايهات هايهات والله لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد لحظة واحدة صلى الله عليه وسلم فقال أعطيك أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابناتي يعني أديك ملكي كله قال لا والله فأمر بصليب من الخشب فصلبه عليه حطه كده علقه عليه وأمر برجل عنده مهارة في رمي السهام قال له إرمي السهام حوالين رقابته ورجله وبطنه ورجله بس هو عتوسر سهم الجسم بدأ رجل يرمي السهام والتاني ملك رمي يقول له ها تتنصر يقول لا قال أنزلوه فلما نزلوه أمر بأحضار قدر كبير جدا جدا وحطه فيه زيت وولعه عليه حتى ما وصل لدرجة الغليان وجابه اتنين من المسلمين حطوهم في القدر أول ما نزلوه انفصلت اللحوم عن العظام شفها عبدالله بن حزافة فتفزع فأمرهم إنهم ما يلقوا عبدالله بن حزافة وأول موصله عن طرف القدر فبكى فرحوا مرجعينه للملك قال له خلاص بكي يعني خلاص يعني هيرجع ما يتنصر قال ها تتنصر قال لا قال فعلامة البكاء أمه اللي كنت بتكي ليه قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر لأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا يا الله قال له من عايز أي حاجة تفتن راجل ده قال له ملكة جمال الروم لخليها تفتن ويزني بها وهو شاب عذب عنده حاجة وثلاثين سنة وطرك زوجتهم من أربع شهور دخلوا عليه ملكة جمال الروم متجردة من ملابسها وحطوله حراسة برزنزانة وقالوا لها خشي ومكني من نفسك وأرادوا أن ينقلوا خبر فتنة واحد من الصحابة لملك الروم دخلت فرامة نفسها في أحضانه فابتعد عنه وقال معاذ الله رامة نفسها يمين الشمال هنا وهو يبعد عنه يقول معاذ الله فطرقت على الباب نقلت الأخبار وقفين بره نفسهم يقولوا الملك الروم اتفاتن وزنى فخرجت وقالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنفى أنا أم ذكر الله أكبر يتحطم الفتنة على أول صخرة من سخور الإيمان ما بقيت إلا فتنة واحدة قال لهم أعدوا في الزنزانة ودخلوا له خمر ولحم خنزير وسيبوه من غير أكل ثلاثة يام سيبوه من غير أكل ثلاثة يام الضرورة تبيح لي في الوقت ده جماعة أن يأكل لحم الخنزير ويشب الخمر لأنه في مخمصة لأنه ما فيش أكل ولا شربها هيموت ترجمة نانسي قنقر